خلينا مع بعض نتكلم واحدة واحدة بداية فيه فلوس جاي لك من حيث لا تعلم يعني فلوس جاي لك وانت مش متوقع قدمها جاي لك ان شاء الله يعني خير كتير ان شاء الله جاي لك يا برج الدلو دايما انت بتدي ودايما انت بتعطي ودايما زي ما بيقولوا كده اللي في جيبه ومش ليه ولكن فيه اختلاف المراضي ان الفلوس هتجي لك انت مش انت اللي هتخرجها ايه كمان مستنيك يا برج الدلو ان شاء الله في عندك فرح كبير في العيلة قد يكون انجب طفل ليك او لحد من اخواتك او لحد موجود عندكو في العيلة تمام او خبر زي سماع خبر خطبة او خبر زيجة او خبر حمل لحد برضو من قريبك هتفرح جدا لانك انت طول عمرك بتحب الخير لغيرك يا برج الدلو طيب بالنسبة بقى الحياتك انت الخاصة فان شاء الله ان شاء الله عايزين نقول ان كان فيه شوية لخبطة في علاقتك العاطفية بالذات للي عندهم علاقة سلاسية كان فيه شوية لخبطة العاطفية في الايام اللي فاتت كان فيه مشدات كان فيه آآ 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 كان فيه توطر كان فيهخصام كان فيه موعد كان فيه كل حاجة مش لطيفة كانت موجودة في العلاقة دي. احب اقول لكم ان ان شاء الله ان شاء الله يا رب في تحسن كبير في العلاقات العاطفية بتاعتك يا برج الدالو. بالذات للي معك فيه علاقة سلسية. هيجي لك هيبقى ليك لوحدك. هتصطلحهم هترجعوا لبعض المياه هترجع لمجريها. هتشوف حاجات كتيرة كويسة يا برج الدالو. شوية اندفاع منك وشوية سعي جامد جدا على الرزق لانك هتبقى نشيط وفيه طاقة حيوية عندك فانت هتكتهد وهتجري وهتعافر في الدنيا وهتعمل حاجات كتير قوي هيكون لها عائد نفسي ومادي عليك يا برج الدالو. طيب بالنسبة ليه الحبيب اللي الوقت معاك بس انت حاسس ان هو ملقلق كده وحاسس ان هو بيفكر ده يمشي ولا بيعمل ايه انا احب اقول لك ان فيه حد مسيطر على مشاعر حبيبك اللي بيحاول دايما ان هو يتلكيك لك بيحاول دايما ان هو يعمل نفسه زعلان ففي الحالة ديت هو فيه فعلا حد في حياته بيحاول ان هو يغلوش عليك عشان انت متشوفش العلاقة دي فبيعمل نفسه زعلان مقموس غضان شوية شوية بيروح وييجي فخلي بالك وخليك منتبه ووصحة وحط عليك فوسط راسك يا برج الدالو ان شاء الله ان شاء الله يا رب فيه صلح وفيه خير كتير لللي من فعيلة واحدة ومتخنقين او متخصمين او فيه بعد هيحصل ان شاء الله لقى وصلها فيه تأسيس مشروع جديد ليك يا برج الدالو مشروع عملي مش مشروع عاطفي مشروع شغل هتعمله هيكون ناجح جدا وفيه اخبار كويسة جدا عن الشغل دوت وفيه اشخاص كتير بيحاولوا ان هم يقنعوك بالشغل ده وانت مش مختنع او خايف مع انك مقدام وبتجازف وممكن ترمي نفسك في وسط المية او في وسط البحر وانت حتى ما بتعرفش تعوم وبتسيبها على الله بس في الوقت دوت انت الآن لان الوقت صعب الايام صعبة خايف ان انت تاخد اي خطوة تخسر خايف ان انت تاخد اي مجازفة تخسر فيبقى لها وقع مش لطيف على اللي حواليك او تأزم لهم الامور فانت دايما بتخاف على اللي حواليك طيب في بعض من برج الدالو بعض من برج الدالو بيفكروا بالفعل ان هم يسيبوا احبابهم وعايزين يمشوا وعايزين يرحلوا وعايزين يبعدوا لبعيد وتعبوا من كتر المناكفة ومن كتر المناهدة ومن كتر التعب في العلاقة عايزين يسيبوا البرج يعني يسيبهم اصحاب الابراج التانية اللي هم عندهم الجزئية دي لبرج الدالو مش على برج الدالو يعني في بعض الاشخاص من برج الدالو عشان اللي بيشوفونا من الابراج التانية بيفكروا فعلا ان هم يبعدهم وبيفكروا ان هم يسيبوا حبيبهم لانهم زهقوا وتعبهم فحاولوا ان انتوا تكونوا رفقاء وطيبين مع برج الدالو حاولوا ان انتوا ما تصيروش اعصابه لانه لو بعد ما بيبصش وراه لو هجر ما بيبصش وراه الا في حالات معينة لما بيكون يحب معادي معاه مدى بعيد او مدى طويل خلاص الايام دي ايام خير ورزق وفرح لبرج الدالو ياريت كلنا نستغل لها ونستغل لبرج الدالو وكمان نكون معا على علاقة طيبة لانه هو شخص طيب في اغلب الاحيان ولكن قلبته وحشا قلبتك وحشا يا برج الدالو لانك عانيت كتير وتقلمت كتير وتعبت كتير وكان فيه اوقات كتيرة كانت الدنيا كلها بتبقى فوقك والدنيا كلها جاية عليك وخلاص ما عادش فيك احتمال لضغوط اكتر من كده انا شايفة برضو ان فيه فلوس جاية لك من برا فلوس من الخارج وان شاء الله هتكون هيها مرضوط كويس قوي عندك فيه نجاح او اخبار عن نجاح الاولاد او اصحاب العلاقات اللي هما دخلين في العلاقة معكم هايبقى فيه نجاحات وهتسمعوا عن نجاحهم وهتفرحوا لهم كمان فيه نجاح ليكم كمان فيه نجاح للابناء بالنسبة للمتزوجين وعندهم اطفال او اولاد في المدارس وفيه المراحل التعليمية المختلفة ففيه اخبار عن النجاح وان شاء الله اخباركو كلها طيبة وقرائدكو كلها طيبة خلينا نكمل ونشوف ايه تاني يا برج الدالو ايه كمان يا برج الدالو خلينا نقول فيه بالنسبة للعزاب والمتاخرين الزواج فيه ظهور لحبيب العمر او حبيب الروح او تواصل مع شخص هتحبوه جدا وهو هيحبوه كويدا وهتكتمل العلاقة بزواج ولكن على المدى الطويل لان فيه هتعودوا كتير عشان تطبقوا على بعض هتعودوا كتير علشان لانهم تقريبا من نفس البرج بتاعكم فهتعودوا كتير علشان تضبطوا امركم مع بعض وترتاحوا البعض بس هو حبيب الروح اه كمان اه يعني ارجو منكم الصبر والهدوء لان هو الحالة المادية بتاعت الحبيب هتكون ضعيفة شوية فانتوا هتكونوا محتاجين ان انتوا تصبروا معاه او تساعدوه او تعاونوه فيعني ما يجراش حاجة زي ما بيقولهم ربنا هو المعين وربنا بيخليكم ان انتوا تقدروا تساعدوا الناس كلها فعلى الاقل هتساعدوا محبوبينكم ان شاء الله والعلاقة هتكون نكحة وسعيدة ان شاء الله خلي بالك يا برك الدال ومن الحسد ومن السحر ومن الاشخاص اللي بيحاولوا اتيدوا بيك الشر دايما في ناس ودايما في حيات وعقارب عايزين يلدغوك ويتعبوك فخلي بالك وخليك منتبه ما تديش دهرك لحد ما تأمنش لحد كفاية مش هيحميك الا اللي منك فيك او اللي من دمك مهما يكون درجة قربك بالناس التانيين او الناس اللي انت بتعرفهم فعمر ما حد هيحبك ولا يعني يعزك او يرجعلك مهما حصل غير اهلك وزي ما بيقولوا اهلك لا تهلت فطبعا ان شاء الله في صلح كبير وفي مرضية بينك وبين اهلك يا برج الدال وخلي بالك ايامك اللي جاية كلها سعادة ان شاء الله خلينا نشوف بالنسبة للمنفصلين ايه الدنيا الدنيا للمنفصلين واللي حبيبهم عاملين لهم بلوك وقفلين الخطوط خالص وما فيش ابدا اتصال ولا سلكي ولا لاسلكي ولا اي نوع ان شاء الله هيكون في فتح للخطوط وفتح للاتصالات ومعرفة لاخبارهم وهم كمان هيبعثوا معايدات هيبعثوا تهاني هيبعثوا اي حاجة وهدبان ان هي مبعوطة عن طريق الخطأ فهي مش خطأ الحبيب بيتابعك وبيتلصص عليك ومرأبك وملحظك اوي اوي اكتر من انت متخيل بيحب يعني يتتبعك جدا جدا وانت في غفلة او انت بتحاول ان انت تلاقيه بس مش هتلاقيه لان هو فظيع في فكرة ان هو يقدر يوصل لاخبارك من حيث لا تعلم ان شاء الله فيه مصلاح للاحوال وفيه طاقات كتير حواليك بتحبك منها برج الاسد وبرج الطور وبرج العزرة ابروات كتير هتظهر حواليك وهيكون الاشخاص اللي فيها بيحبوك وبيحبولك الخير دايرة الحظ معاك وبتخدمك وايامك اللي جاية كلها سعادة وهنا يا برج الدلو خلينا نشوف قرائتنا البرج الدلو العاطفية بتقول ايه بتقول صبرت كتير يا برج الدلو واستنيت كتير وان شاء الله خلاص ان شاء الله الايام اللي جاية فيها دعم كويس جدا هتلاقي اشخاص كتير بيدعموك وبيسندوك وبيقفو جنبك هتشوف كتير خير من الناحية العاطفية كمان محتاج ان انت تفتح عقلك وتوسع مدركك قوي وتبص في المحيط الواسع اللي حواليك على الناس اللي بتحبك وبتقدرك وتقرب منهم مش كل القريب منك بيحبك ومش كل القريب منك بتمنى لك الخير لا بالعكس فيه ناس قريبين منك وبتمنوا لك الغلط وبتمنوا لك السقوط وزوال الحب والعاطفة من حياتك فخليك منتبه لنفسك قوي بالنسبة بقى لقراءة الملايكة بتقول لنا ايه او كروة الملايكة بتقول لنا ايه بتقول لنا انت هتبدأ بداية جديدة بداية جديدة بداية سعيدة وهيكون لك تقدم كبير وهيكون لك انتشار باهر يعني لو حد فيكم فكر الشغل اعلامي او يوتيوبر زينا او ما شابه فهو ان شاء الله هيكون له نجاح وصدق واسع وانتشار لسيته قوي ونجاح لي اه ليت جو يعني ابدأ المسيرة وابدأ الحركة وابدأ الايام اللي جاية كلها خير فابدأ الحركة فيها ما تنامش وما تتساقش وما تملش وما تكتئبش لا اتنشط يا بور جدال اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة